أما بعد فيقول المورى عز وجل في محكم التنزيل وهو أصدقوا قائرين يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتر في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبرونكم بشيء من الحوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أنس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تعالى قال إذا ابتليت عبدي بحبيبتيه أي بعينيه فصبر أو وطه منهما الجنة المراد بالحبيبتين المحبوبتان العينان فهنيئا لمن بتري فصبر عن عطاء رحمه الله قال قال لي عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما ألا تحب أن ترى امرأة من أهل الجنة فقال عطاء بلى فقال ابن عباس تلك المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرى وإني أتكشف فادعو الله تعالى لي فقال عليه الصلاة والسلام إن شئتي صبرت ولك الجنة وإن شئتي دعوت الله أن يعافيك خيرها بين الجنة وبين الابتلاء والصبر فقالت أصبر احتارت الجنة بعد أن ضمنت الجنة قالت إني أتكشف فادعو الله أن لا أتكشف فدعا لها عليه الصلاة والسلام وعن صهيب ابن سنان رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين قال قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له وعن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان نصف الإيمان والحمد لله تمرأ الميزان وسبحان الله والحمد لله تمرأان أو تمرأ ما بين السماوات والأرض والصلاة نور والصدقة برحان والصبر ضياء والقرآن حجة لك أو عليك كل الناس يغدو فبائع النفسة فمعتقها أو موبقها أيها الإخوة الأكارم أيها الأخوات الفاضلات الصبر أنواع أولا الصبر على طاعة المورى عز وجل قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر عبادته هل تعلم له سميا وقال عز وجل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقدم الله تعالى الصبر على العمل فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقد قدم الله تعالى الصبر على العمل فقال إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات والحق يقال أيها الأخوة الأكارم أيها الأخوات الفاضلات إن الصبر على الطاعة أفضل أنواع الصبر لماذا؟ لأن الطاعة ثقيرة على النفس يصعب على الإنسان أن يفعلها على التمام في بعض الأحيان وربما تكون ثقيرة على البدن بحيث يكون مع الإنسان شيء من العدز والمرض والتعب كذلك الطاعة فيها مشقة من الناحية المالية كدفع الزكاة وتكاريف حج بيت الله الحرام أيضا النوع الثاني من أنواع الصبر الصبر على ارتكاب المعاصي والأثام والسيئات قال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا ترهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وقال عز من قائل وليستعف في الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله وقال عز من قائل وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين عن أنس رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة تبكي عند قبر صبي لها فقال لها صلى الله عليه وسلم اتق الله واصبري فقالت وهي لا تعرفه عليه الصلاة والسلام إليك عني ابتعد عني فإنك لم تصب بمصيبتي فقيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم فأتت باب النبي عليه الصلاة والسلام فلم تجد عنده بوابين فقالت يا رسول الله لم أعرفك عليه الصلاة والسلام فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى ثالثا من أنواع الصبر الصبر على الدعوة إلى الله على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قال تعالى وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور وأمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بالصبر فقال عزم قائل ورربك فاصبر وقال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وقال تبارك وتعالى ورقد كذبت رسول من قبرك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ورى مبدر لكلمات الله ورقد جاءك من نبائر مرسلين أيها الإخوة الأكارم أخبرنا المولى عز وجل بوقوع الابتلاء في هذه الحياة فقال لتبرون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبركم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور معلوم أيها الإخوة المباركون النوع الرابع من أنواع الصبر الصبر حين البأس والشدة قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا رقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشروا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ويقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية فإذا رقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ضلال السيوف ومعلوم أيها المباركون أن الصراع بين الحق والباطل باق مستمر دائم حتى قيام الساعة للباطل جولة وللحق جولات دورة الباطل ساعة لكن دورة الحق إلى قيام الساعة والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين النوء الخامس والأخير من أنواع الصبر الصبر عند المصيبة والصبر عند شدة الغضب قال تعالى وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أيها الأخوة الأكارم أيها الأخوات الفاضلات أهم الأسباب المعين على الصبر أولا المعرفة بطبيعة الحياة الدنيا الزائرة قال تعالى وقد حرقنا الإنسان في كبد هذه الدنيا فانية لو دامت لمن سبقنا ما وصلت إلينا ثانيا من الأسباب المعين على الصبر بعد معرفة حقيقة الدنيا الزائرة اليقين بحسن الجزاء قال تعالى نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وقال عز من قائل ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون وقال تبارك وتعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وختاما أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الصابرين المصابرين المرابطين المتقين إنه ولي ذلك والقادر عليه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته